مصر الحقيقة بدورها طبعاً ودورها في مساعدة كل منكوب وكل من يتألم النهاردة كان في توجهات من رئيس السيسي بإرسال خمس طائرات عسكرية محملة بمساعدات طبية بشكل عاجل لسوريا والتركيا النهاردة رئيس السيسي أجرى اتصال هاتفي مع رئيس سوري بشار الأسد الرئيس السيسي أعرب خلال اتصال عن خالص التعازي في ضحايا زلزال المدمر اللي حصل مبارح وتمنيات بالشفاء للجرحة والمصابين الرئيس أكد تضامن مصر مع سوريا وشعبها الشقيق في هذا المصاب الأليم الرئيس بشار الأسد كمان يعني على الجانب الآخر أعرب عن امتنانه لللفتة الكريمة من الرئيس السيسي وأكد اعتزاز سوريا بالعلاقات التاريخية والأخوية لتربط ما بين الشعبين والبلدين الشقيقين كمان النهاردة الرئيس السيسي أجرى اتصال مع الرئيس التركي رجب طيب أردغان وأيضا قدم للرئيس التركي التعازي والموسا في ضحايا زلزال الأصفر عن ألاف الضحايا والجرحة رئيس كمان نقل لرئيس التركي تضامن مصر مع الشعب التركي الشقيق والاستعداد لتقديم المساعدات الأغاثية الإنسانية لتجاوز هذه الجارثة الرئيس التركي رجب طيب أردغان أدم لي الرئيس السيسي الشكر على هذه المشاعر الطيبة وأكد على عمق الروابط التاريخية اللي بتجمع ما بين الشعبين المصري والتركي الشعبين الشقيقين ترجمة نانسي قنقر